اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في بداية حلقتنا نروح بفريق العمل معنا في الإعداد الاستاذ حسني البلاونة في التنسيق اسراء الهاشمي وفي الإخراج أيمن سرحيل وهذه تحياتي محددكم محمود يوسف العلي أيضا تشاركني التقديم دكتورة ندى الملة اللي بتخبركم عن سؤال حلقتنا اليوم والجوائز وطريقة الاشتراك وأرقام التواصل صباح الخير دكتورة يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع مثل ما دائما نقول يوم الخميس بعد ما يخلص الدوام نترك هموم الدوام في الدوام وننطلق على جهزة نهاية الأسبوع عشان نرد ونشحن طاقتنا نرد يوم الأحد بطاقة إيجابية ومن الطاقة الإيجابية نذكركم بسؤال اليوم سؤالنا اليوم يقول ما هو السن الذي يفضل المرأة تبدأ به فحص الماموغرام الدوري الماموغرام هو فحص أشعة الثدي هل هو بعد سن الأربعين أم الخمسين أم بعد سن الستين على الأربعة صفر صفر ستة مع أسماكم الثراثية مثل ما تعودت كل خميس بنسحب على الأربعة أربعة فهدين إن شاء الله اثنين بيفوزون بخمسة مية درهم كاش حلوين تصرفوهن بالعافية واثنين بيفوزون بباقة VIP لإجراء فحصات قيمة ألف درهم وهدايانا كلها مقدمة من مستشفى الزهر الخاص في دبي شكرا لهم طبعا عن رعاية البرنامج وعلى الهدايا الجميلة أربعة بيفوزون اللوم طيب نحن عندنا تقريبا أقل من أربعين دقيقة لهذه المسابقة اللي إن شاء الله بيدخلون معنا وسؤال سهل جدا نتمنى لكم التوفيق النباتيون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أنا طبعا نسيت أقول لك أني أنا احتمال كبير أحول يعني نباتي نباتي؟ ليش؟ يقولون وايد زين للأبد يعني ولا الفترة؟ للأبد يمكن قرأت الدراسة لا قبل الدراسة قاعد أفكر لكن حين مع الدراسة شسمي طبعا خبراء التغذية يزعلون من هذا الموضوع يقولون لك غلط المهم أكدت دراسة بريطانية أن الأشخاص النباتيون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة بمعدل الثلث مقارنة بمن يتناولون اللحوم ويعود الفرق في خطر الإصابة بأمراض القلب إلى أثر النظام الغذائي على بغط الدم ومستوى الكلورسترول اجتملت الدراسة على 45 مشارك من إنجلترا سكتلندا وتم تصنيف الثلث منهم على أنهم نباتيين ونظرا لكون النسبة مرتفعة تمكن الباحثين من إحداث مقارنة دقيقة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين النباتيين وغير النباتيين كما تم التحقق من مستوى ضغط الدم والكلورسترول قبل بدء الدراسة أثبت الباحثين أن 1200 مشارك في الدراسة بأمراض القلب توفي منهم 169 شخص ووجدوا أيضا أنه في تناقض في احتمالية إصابة النباتيين بأمراض القلب أو الموت الناجم عنها بنسبة تصل إلى 32% أقل من غير النباتيين وقد ربطوا النسبة من خفاض مستوى الكولورسترول وضغط الدم جوفوا دراسة جميلة صراحة وفعلا النظام الغذائي النباتي وعلا دراسات بيانت أثارها على القلب والأوعية الدموية والكلسترول وغيرها لكن هل نعتمد عليه كنظام حياتي دائم؟ الأفضل دائما دائما في دراسات تنصح أن تعتبرها مثل ديتوكس أو تنظيف الجسم مثلا أسبوع أو أسبوعين في كل ثلاثة الشهور بس تكون نباتي وترى النباتيين في أنواع بعض ممكن تكون نباتي بس تأخذ مثلا حليب وبيض وأجبان بس ما تأكل لحوم أو تكون فيغان حتى ما تأخذ لا حليب ولا بيض ولا أي شيء من مصدر حيوان وطبعا هذين يكونون أصعب يكون عندهم نقص في كثير من الفيتامينات ولكن أثر اللحوم الحمراء محمود احنا أكثر عمارة قلناها في البرنامج اللحوم الحمراء لازم نقلل منها ما نكثب هنا فأكدنا لأنه مرتبطة بارتفاع النسبة لإصابة مراض القلب زيادة ضغط الدم ارتفاع الكوليسترول التجلوطات في الأعياء الدموية وغيرها فلازم نقلل وحتى مرض النقرس فدائما نحاول خلال أسبوعنا احنا ترى كثير ما ننتبه محتوية وجباتنا من اللحوم الحمراء خلال الأسبوع ما نحسب فالأفضل دائما تشوفون وجباتكم خلال الأسبوع كمرة كلته لحوم حمراء وكمرة لحوم بيضاء وخلوا مرة أو مرتين في الأسبوع يكون نباتي ما يكون فيه لحوم وخذوا البروتين من المصادر النباتية اللي دائما يقولون عنها وخبرات تغذية العدس الفول الخضروات يكون يوم أو يومين نباتي يرتاح جهازكم الهضمي ترى حتى الخضروات والنباتات أسهل في الهضم من اللحوم طيب نعيد سؤال للحلقة دكتورة نعيده ما هو السن الذي يفضل للمرأة أن تبدأ به فحص الماموغرام الدوري اللي هو فحص أشعة الثدي بعد سنة الأربعين أم بعد سنة الخمسين أم بعد سنة الستين على أربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثلاثية ونسحب على أربع فائزين اثنين يفوزون بخمسمية درهم كاش واثنين يفوزون بباقة VIP لإجراء فحوصات بقيمة ألف درهم وكلها مقدمة من مستشفى الزهر الخاص في دبي إذن على أربعة صفر صفر ستة مع الاسم الثلاثي والإجابة والحمد لله لنحن ولا إجابة غلط شطار والله ماشاء الله عليكم حرام سؤال مثل هذا واحد يغلط فيه صح؟ لا يدل على مستوى الوعي كثير من الناس عندهم وعي بهالأمر طب وسبحان الله نحن دايما نحن نحب نذكر من خلال أسئلتنا ببعض الخدمات ببعض الأمور التوعوية لأساس أن الواحد يستفيد يعني مو بس مجرد سؤال ونحطه الواحد يستفيد ونوعيكم شوي بالخدمات الموجودة عموما ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نرجع نستكمل يعني فقرات برنامجنا بتكون عندنا بعد ما نتحدث عن مرضى الجهاز الهضمي والصيام بيكون معانا إن شاء الله الدكتور خالد أحمد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى راشد فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر قناتكم وإذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذاً ما نخبركم بسؤال حلقتنا اليوم اللي يقول ما هو السن الذي يفضل للمرة أن تبدأ به فحص المامو جرام الدوري بعد أربعين سنة أو بعد خمسين سنة؟ ما يحتاج بعد ستين سنة ما نرغيها أوكي أنت ليش تزعني يوم ألغي أنا خيار لا ما أزعل يعني نوبام يشحذون تفكيرهم يشحذون شحذ عموما دكتورة الجوائز مالتنا نسحب على أربع اسمه اثنين بفوزهم خمسمية درهم كاش واثنين بفوزهم بباقة في آي بي لإجراء فحوصات بقيمة ألف درهم جوائزنا كلها مقدمة من المستشفى الزهرة الخاص طيب مرضى الجهاز الهضمي هل يستطيعون الصيام دون مشاكل صحية؟ واحد اثنين هل ممكن تزداد عندهم هذه المشاكل خلال فترة الصيام؟ طيب شو الاحتياطات؟ الواجب اتخاذها من قبل هذه الفئة من المرضى لتجنب العوارض الصحية خلال شهر رمضان جنيل عنا الدكتور خالد أحمد با خرمة استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى راشد موجود معانا في الاستوديو صباحك الله بالخير يا دكتور صباحك الله بالنور أولا السلام عليكم ورحمة الله وأشكر القائمين على الاستضافة وأسأل الله أن يتقبل صيامنا وأخواتي مباركة للجميع إن شاء الله دكتور خالد با مخرمة الآن نحن طرحنا مجموعة من الأسئلة نبغي في البداية هل الصيام يزيد أم يقلل من أعراض الصحية لدى أمراض الجهاز الهضمي السلام عليكم أولا بنسبة للصيام الصيام هو عافية وصحة حقيقة الصيام من أكثر الأجهزة في الجسم الجهاز الهضمي هو الذي يستفيد من الصيام حقيقة وذلك لأنه في راحة طويلة يأخذها الجهاز الهضمي وهذه الراحة حقيقة تعطي فترة لترميم الأنسجة وزيادة المناعة وطرد السموم ونهيك عن الاستفادة من المخزون الكامل في الجسم نعم ففي الصيام تقلل تقلل طاقة الخارجية من الأكل بالتالي الجسم يذهب إلى الاستفادة من المخزون الموجود في داخل الجسم صحيح وأحد الأماكن الرئيسية الموجودة هي الكبد وبالتالي يذهب الجسم إلى الاستفادة من السكريات الموجودة في الجلوكوجين فبالتالي يبدأ تكسيرها والاستفادة منها الشيء الثاني كمان الدهون الموجودة في الكبد والجسم يبدأ الجسم يحرك هذه الدهون والاستفادة منها بالتالي الصيام حقيقة هو مفيد جدا للجسم وخصوصا للجهاز الهضمي جميل هل الاستفادة الدكتوري حصلها كل المرضى ولا مثلا الشخص اللي عنده أمراض معينة أو قرحم في المعدة ممكن ما يستفيد وايد أو ممكن يتفيده أكثر من غيره حقيقة أكثر الناس اللي تستفيد من الصيام هم المرضى الذين هم ارتجاع في الحموضة صحيح تمام ليش؟ لأنه الإفرازات في المعدة تقل بالتالي تقل عملية ارتجاع الحموضة جميل الناس الثانين الذين يستفيدوا منهم مرضى القلون العصب اللي عندهم الغازات والآلام صحيح لتي تقل الراحة اللي بيحصل في النتيجة للصيام بالتالي تقل هذه الغازات والآلام الشيء الثاني كمان مثل ما ذكرنا قضية الاستفادة من المخزون اللي موجودة في الدهون الكبد صحيح فهذه كمان الناس اللي عندهم تشحن في الكبد الناس اللي عندهم زيادة في الوزن هي فرصة حقيقة للصيام فرصة كبيرة جدا لتنزيل الوزن وتقليل الدهون في الكبد جميل الشيء الثاني طبعا تنزيل الوزن وهي من الأشياء المهمة جدا خصوصا للناس اللي عندهم بدانة صحيح دكتور المرضى اللي عندهم قرحة في المعدة عشان يستفيدون يستفادة كاملة من الصيام شو النصائح لتنصحونها إياها مثلا مخصوص الفطور أو تناونة الأدويتهم عشان يستفيدون يعني يطلعون من الشهر ومستفيدين فعلا من الصيام مع قرحة المعدة بالنسبة للقرحة المعدة طبعا القرحة الحادة اللي تصاحبها ألام شديدة وغثيان أو لديها مضاعفات مثل نزيف أو عندها ثقب فهذا المرضى طبعا لا نصح بصيامهم أبدا إلى أن القرحة تتماتل إلى الشفاة وهذا طبعا الطبيب يقرر مفوض يروحون لقبل رمضان ويحدد نعم وتعمل لهم المنظار أو شخص الحالة جميل بالنسبة للعلاج للقرحة العلاج للقرحة حقيقة متوفر تمام ونسبة الشفاة فيها بنسبة تكون عالية جدا جميل إذا ما استثنينا قرح الأورام تمام فإذا كانت القرحة سببها الجلثومة الحلزونية نعم فأخذ العلاج الجلثومة الحلزونية يقضيها للقرحة والمرضى الذين عندهم قرحة بسبب الأدوية مثل المسكنات البروفين والبولترين هذه من الأشياء التي تسبب القرحة المعدة صحيح نصحها من تجنب بالتالي القرحة المعدة من الأشياء التي ممكن علاجها وإذا المريض تماتل إلى الشفاة بإمكان يصوم بشكل طبيعي جدا ممتاز أنا يقول الدكتور ممكن سؤال ليش عندي دائما شعور في شيء عالق بحلقي راح يخنقني شو السبب؟ في أكثر مرضي شكوين في الحلقة حسك أن شيء واقف فيني يخنقني طبعا هذا شعور ممكن يكون أسباب كثيرة ممكن يكون التهار في الحلق ارتجاع الحموضة ممكن يكون فيه ناذر جدا ممكن يكون فيه أورام لا قدر الله ممكن عامل نفسي حتى دكتور يكون موجود صحيح أكيد عامل نفسي بعد يكون موجود أنا أنصح أنه أول مرة لا بد من الكشف خصوصا إذا كان الموضوع بشكل مستمر بشكل متزايد لا بد من الذهاب إلى الطبيب والكشف ممتاز دكتور أنت ذكرت المرضى عندما تشحم في الكبد وهي حالا نشوفه إحنا وايد في العيادات يكون المريض يسوي تصوير البطن عادي على البطن على القلون ويلاقي فجأة عند تشحم في الكبد ووايد مرضى يتوترون ويخافون نرسم حاليا ينفشل في الكبد أو يستوي أي شيء شو أسباب تشحم الكبد بشكل عام وكيف بواحد ممكن يتخلص منه غير طريقة الصيام طبعا التشحم حقيقة من الأشياء المتشرة بشكل كبير جدا وهي حقيقة واحدة من الأشياء اللي في المستقبل راح تكون السبب الرئيسي لتليفات الكبد للأسف فالسبب الرئيسي هو زيادة الوزن زيادة الوزن هي السبب الرئيسي وبالتالي زيادة الدهون وتجمحها في الكبد بالإضافة لتجمحها في الأماكن الأخرى في الجسم صحيح بالتالي قضية تنزيل الوزن والمحافظة والاتزام في قضية الأكل هي شيء أساسي جدا وحقيقة لا ننسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مامل ابن آدم وعاء شر من بطن صحيح والحديث حسنه وأخرجه التلمذي في الحديث هذا حقيقة نهي صريح جدا عن الشبع عن ملء المعدة بالكامل صحيح لأنه نحن مشكلتنا نحن يعني من الفطور إلى السحور في نسبة كبيرة للأسف أهمها هي شرب وأكل وشرب وكأنه يعني نخزن للنهار وكمان الآية حقيقة يعني الآية تقول واكلوا واشربوا ولا تصرفوا صحيح بالتالي الصيام هو فرصة كبيرة جدا أنه الجسم يستعيد نشاطه يستعيد مناعته تجديد خلايا تجديد خلايا صحيح بالتالي وأيضا فقدان الدهون هذه المتراكمة في الجسم بالضبط بس بشرط أن نحن نكون متوازنين في قضية أكلنا وشربنا صحيح ما نضيع في النهار في الأركم ساعب والفطور يضيع جهد يوم كامل لصامه أو نحن نكون طول النهار نائمين صح وهذه مشكلة كبيرة حقيقة فيه ناس تقالبين الليل نهار طول النهار نائمين الليل ساعتين ثلاثة صح تمام وقام لك الآية فهذه طبعا استبادته من الصيام من ناحية صحية ما استفاد بايد الدكتور كيف عرف عندي قولون عصبي حقيقة القولون العصبي لهو عراض تمام القولون العصبي من الأمراض المنتشرة بكمية كبيرة بين الناس صحيح عراض القولون العصبي هي تهيج هي زيادة في فرط الحركة القولون العصبي نحن نقسم إلى ثلاث أقسام قولون العصبي امساك بشكل رئيسي اسهال بشكل رئيسي أو أن يكون بين الاثنين بين الامساك والاسهال نعم المرضى هذول يشتكون من غازات ألام في البطن تمام أحيانا مثل ما قلنا اسمساك أو اسهال تمام عادة ما يكون عندهم نزيف عادة ما يكون عندهم فقد دم عادة ما يكون عندهم قلة في موضوع الأكل والهاتفة تمام وما عندهم نزور في الوزن فتشقيص القولون العصبي هو بشكل أساسي نحن نستثني الأشياء العضوية تمام لأنه ما يكون عند المريض التهاب تقرع قولون مسمن تمام أنه ما يكون فيه أورام إذا ما استثنينا هذه بالفحص السريري بالفحوصات الأساسية تمام فنحن نشخصه بالقولون العصبي نعم وفي كثير من الأحيان نلجأ إلى أن نحن نعمل منظار وذلك للتأكد بشكل أساسي أنه ما فيه أي أمراض أخرى في القولون جميل دكتور نصيحة أخيرة تعطيها المرضى سواء عند قرحة أو قولون أي مرض في الجهاز الهضمي عشان يعني يتداركوا ما فاتهم من رمضان اللي الآن ما استفادوا ما هيئة وجهازهم من هضمي يتسفيد من رمضان فآخر عشر أيام من رمضان شو النصيحة تعطيهم ياه عشان يستفيدوا استفادة قصوى منها آخر عشر تيام من الصيام هي الأهم الشيء هي التوازن في الأكل والاحتدال عدم الإشراف في الأكل تمام الافطار بشكل خفيف التمرات شوية فواكن ونصلي نجلس خمس واربين دقيقة الساعة وبعد كده نأكل الوجبة الرئيسية بين الفطور والسحور نأكل وجبة خفيفة ونتسحب والسحور طبعا شيء وجبة أساسية جدا وطبعا ما نفل في السحور الشيء الأهم واللي حقيقة نركز فيه هو الانتباع على شرب الماء صحيح حقيقة نحن الجو الأيام هذه حار جدا فلا بد من المرضى من الانتباع من شرب كمية كافية من السوائل خصوصا مع الحرارة لأن الجسم يستنفذ كمية كبيرة في هذا الجو بالتالي لابد أن نحن نعوضها في أثناء الفطور بيشرب كمية كافية من السوائل والمتوسط تقريبا لثرين ونص للإنسان اللي وزنه تقريبا ستين إلى سبعين كيلو ممتع لثرين ونص حق الستين سبعين كيلو والتسعين تسعين طبعا يزيد ثلاثة لتر تقريبا ثلاثة لتر ها عندي واحد شباب ما شاء الله أنا صدامت أنه وزنه تسعين ممبين منو؟ بعدين بقول لك شو على الفاصل آه آه نزيل أي من كم وزنك؟ أنت دكتور ما شاء الله عليك يعني رشيق ما شاء الله تبارك الرحمن فشكرك محافظ على وزنك في أثاني كمان المرضى اللي عندهم الكبد مشاكل الكبد طبعا هذولا نحن نبزعهم إلى جزئين أساسيين المرضى اللي عندهم تهاب الكبد الحاد هذا العادة ما يكون عندهم ألم في أعلى البطن ارتجاع وحرارة وارتفاع في الصفار في الجسم صح وارتفاع في إنزيمات الكبد طبعا نحن ما نصح منهم يصومون إلى أن تتحسن الحالة طيب دكتور ذكرتني على الشغلة قبل أن نختم معك أحيانا تكون في نفخة أعلى البطن هذي نعم هذي الواحد جو ما يسوي رياضة وشو ما يحاول بعدها التم شو أسبابه؟ هذي عصر الهضم بعد الأكل عادة بس عصر هضم قبل نعم بعد الأكل شو المفروض يسوي الواحد؟ حقيقة نحن في عصر الهضم إذا كان الألم شديد والنفخة شديدة نحن نفضل نعمل فحص سريري للمريض وننتشيك على الجرثومة الحلزونية إذا كان موجودة وهي حقيقة سبب كبير الشيء ثاني إذا كان المريض يعاني من ارتجاع لربما يستفيد من الأدوية التي تقلل الحمض إذا ما تحسن عن طريق الحمية الغدائية والاتزان وتأكد أنه ما في أي جرثومة وهذه لربما يحتاج إلى منظار كي نتأكد أنه ما في أي قرحة لقدر الله صحيح إن شاء الله تعالى شكرا لك دكتور خالد أحمد بامخ بامخ رما استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى راشد نحن نساعدنا بالحديث معاك دكتور لنالك التوفيق إن شاء الله دكتور ذكرينا بسؤال الحلقة السؤال يقول ما هو السن الذي يفضل المرأة تبدأ به فحص المامو جرام الدوري بعد سن الأربعين أو بعد سن الخمسين على أربع صفر صفر ستة مع سماكم الثلاثي وبنسحب أربع نيب خمسمية واثنين بباقد في آي بي للمستشفى الزهر الخاص طيب دكتور بس هذا السؤال قبل أن تروح نياميرا تسأل هل بدء الأفطار بالعصير يؤثر على البنكرياس والسكر في الدم؟ وطبعا نحن نفضل السنة هي البدء بالتمر تمر والماء نعم هذا الأصل شكرا لك دكتور بس هو يسبب أو لا يسبب؟ ممكن أنه يأثر على ألا ما يأثر يعني إذا أكلت التمر وشربت العدو وبعدين تشرب عصائر مع إن شاء الله ما يأثر بس إذا بدت بالعصير؟ ما يأثر لكن الأصل واحد الشباب كل يوم عريج يعطي عصير برتقال دكتور تعالي شاستوه فيه؟ شو لك مسكين ما أدري التهاباتية على الصبح عريج أول ماينيش عصير برتقال طبعا أحيانا في بعض المرضى العصائر هذه تزيد من فرزها في الحموضة نعم تكون وايد حامضة على المعدة طيب نطلع فاصل مستمعين الكرام بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل معاكم فقرات برنامجنا فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعةكم نميزة دائما إذاعة نور دبي إذن متواصلين معاكم سؤال حلقتنا يقول ما هو السن اللي يفضل المرء أن تبدأ به فحص المامو جرام الدوري بعد سن الأربعين أم بعد سن الخمسين على أربعة صفر صفر ستة مع اسماكم الثلاثية ورح نسحب على أربع فائزين إن شاء الله اثنين فوزون بخمسمة درهم واثنين فوزون باقة في آي بي بقيمة ألف درهم لإجراء فحوصات كل هداينا من المستجفى الزهر الخاص في دبي كم فائز معانا؟ أربعة أربعة فائزين شان تشديد أنه أربعة مو اثنين اليوم طيب وليلتي العيد محمد كم واحد تعطينا؟ والله يعتمد كم بتحطين أنت أنت لوعدين ستة مئة ألف رح تعطي تتبرع البرنامج سنة طافت حين أي شيء أنت توعدين في الناس الدبسيني أنا في ليش هو كان وعد ستة مئة ألف يعطي البرنامج أنا لو عندي ستة مئة ألف ما بي لسه قدم ويعطي البرنامج وقلنا بنكرم بعد المخرج ستة مئة ألف ما لنتك نعطي سيارة بعد؟ هاي أنت قايل زي هذا اللي يسمونه ولا ما يحتعى له ما بقول زي عموما مع اقتراب حلول عيد الفطر وبعد مرور تقريبا يعني شهر من الصيام أو نحن اليوم كم ثنين وعشرين اليوم؟ إن شاء الله نعم زي ثنين وعشرين يوم باقلنا يعني خلاص ما شاء الله دخلنا عشر الأواخر لزائر الخفيف اللطيف السريع علينا رمضان الجسم يكون اعتاد على تأناول طعام أو الأكل في أوقات محددة هي الأفطار والسحور وما بينهما إذا كنتنت واعي يعني لكن بعد شهر الصيام تختلف الأوقات وعدد ونوعية الوجبات الأمر اللي ممكن أنه يترك يعني أثر سلبي على صحة الفرد بشكل عام نحن نتكلم عن تهيئة المعدة إلى بعد رمضان معنا لخصائية التغذية في صاحب دبي صباح جرب الخير صباح النور والسرور أول شي حدثين عن بداية الأعراض المتوقعة للجسم اللي ممكن يعني تصيلها بعد الانتقال المفاجئة من الصيام إلى الافضار طبعا أكيد بعد ما أطعنا شوط من رمضان 22 يوم يقارب الشهر الجسم تعود على آلية معينة على العمليات الأيضة تعودت على نظام محدد على انتظام معين الجهاز الهضمي الجهاز الكلوي كل هذا تعود على النظام معين صحيح فلما يجي الإنسان فجأة ويعطي من غير برضه تنظيم مباشرة يرجع لحياة الطبيعية اللي كانت قبل رمضان بدون تدرج حيصاب بكثير من الأعراض منها سوء الهضم عسر الهضم إرهاق تعب مشاكل في السكر ارتفاع أو انخفاض مشاكل في الضغط أحيانا بيصير عندهم ارتفاع في الضغط الدم هبوط في ضغط الدم حتى لو ما كان الإنسان يعاني من هاي المشاكل من قبل تكثر حالات خاصة في أول أيام العيد في المستشفيات الناس اللي عندها ممكن خاصة لصغار بيصير عندهم الإسهال والمشاكل المعاوية تحديدا العيد مو بس الأكل العادي مشكلة الحلويات يعني إحنا نصبح من الصبح ندور بيت وكل حلويات يعني ياريت أكل صح وإن نفطر بيض أو غيرها فهل يستوي الهجوم على هالحلويات شو ممكن تسوي مشاكل وكيف ممكن ناكل حلويات العيد وناكل بطريقة صحية أكثر بالضبط العيد بمتاز بالحلويات ولا أشياء الدسم لكل هالو هون فهلا أنت لما بدكون من قطعة أو مشيتي خلال رمضان على نظام مزبوط اللي كنا نحكي فيه كل يوم تقريبا صحي عن الغذاء الصحي في رمضان يجي للشخص يتناول حلويات بكميات كبيرة رح ي الجسم بده يفرز إنسولين بكمية كبيرة حتى يستطيع إنه يتخلص من الغلوكوز الزايد صحيح لما بده يتخلص من هذا الغلوكوز الزايد رح ينزل سكر الدم لما بينزل سكر الدم بتصير عندك أعراض الإرهاق التعب هون بتصير عن مشاكل سوء الهضم الصداع والأشياء هادي فأنا لما بدي أنصح الشخص أنا ما حمنعهم الحلويات العيد لكن بدي أن يتناولها بنسب بسيطة بعدين من المهم جدا جدا أنت لما بدك تيجي تبلش بيوم العيد أول نصيحة ممكن نوجهها للناس إنه يكون الإفطار مبكر 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 لأنه هذا الإفطار سيكون بمثابة بديل عن وجبة الاسحور اللي هو تعود عليها خلال فترة هاي كل حين هو أصلا من السن الواحد يأخذ لثلاثة مرات قبل الصلاة صح وهو لسه أنا بدي أحكي النوعية تحديدا اللي بدي يبدأ فيها تكون اللي هي غالبا بتكون الأفضل تمر سكر بسيط عشان نبيل لشي هاي هي المعدة للي رح يجيها بعدين صحيح لما هلأ بدي يرجع من الصلاة بدي يتناول وجبة الفطور قبل ما يبلش يروح يعيد على الناس تكون الوجبة متنوعة وصحية يحاول في هاي الوجبة تحديدا يتجنب المقالي يتجنب الأكلات الدسمة يكون فيها تنويع فيها ألبان عشان الجسم حيبلش بعدين هيتناول الحلويات يكون فيها مصدر واحد بس من النشويات ما يكون فيها أكثر من نوع من النشويات ما يكونش فيها مشروبات سكرية عالية صحيح بعدينها حيبلش العيديات في العيديات صحتك أولا مش ضروري كل بيت أنا أنحرج منه أني أتناول كل أنواع الحلويات الموجودة صح نوع حب أو حبتني عشان بس أهل البيت ما يزعي يعني ما يشرهم خاطرة لا هو حبة ينادى كفاية لأنه في مباحة عندك في بيوت كتير خيلي لا مرة يبيت يدو ويتعم وما ترضى إلا تقديم العيش ومن الهريس ومن اللقيمات المحطوطين من الحلويات لا أستبيك من العيش والهريس هلا خليك أنت تناول الحلويات لأنه الأفضل الأفضل حسنا الوجب اللي بعد الفطور الأفضل أنك تباعد شوي على فترة الغداء نعم صح لأنك أنت متعودة تفطري أنت متعودة تصومي 16 ساعة 15-16 ساعة صحيح فأنت لما تناول الفطور مبكر بين هاي الوجبات وكي رح تاخدي بعض الحلويات بس بديك تكوني حريصة برضو أنك تاخدي برضو ألياف في المقابل صحيح الغداء بدي يكون متأخرا عن الموعد مثلا متعودين نتناول غداء واحد ونص أو تنتين لأحيكون شوي متأخر في البداية وشوي شوي منصير نتدرج في مع مرور الأيام أنه يرجع الوضع الطبيعي والموعد المحدد صحيح فتناول أنه دكتوري حي على الزيارات بابتناول أنواع خفيفة من الحلويات عند هذا البيت شي خفيف عندهون بابتتناول بكل بيت المشروبات السكرية العالية صحيح قدر المستطعة أستاذة يعني مثلا أنت قلت بعد بين الوجبات في أول كم يوم من الصيام هل أفضل أن نبعد نخليها ثلاث وجبات ولكن متبعدها أو مثلا نخليها خمس إلى ستة وجبات صغيرة خلال اليوم عشان جهاز هضمي يتعود نحن نخليها خمس إلى خمس وجبات خاصة الناس كمان اللي عندها مشاكل صحية صحية مرضى السكري مرضى الضغط مرضى القلب يعني أو كبار السن حتى ما أعطيهم الوجبات هيك دفعات دفعات لا بالبداية بدك تكون متدرج معهم شوي شوي صحيح الوجب الرئيسية كمان ما يكون ما يكونش فيها زي ما حكينا أكثر من نوع من النشويات مصدر بروتيني بسيط يكون فيها أحاول أكثر من الخضار اللي لأنها وصدر الألياف الغير مطبوخة صحيح صحيح زي السلطات الخس قدر المستطاع أحاول بالنسبة لأولادنا طبعا والمراهقين أو حتى في بعض العوائل بتحب مثلا في أول يوم بيكون عندهم إشيء أساسي يروح يتناولوا الوجبات السريعة نعم فإحنا ما نكون حريصين خاصة في البداية بالضبط خاصة في البداية نتجنب الوجبات السريعة أولا غنية بالدهون ممكن تعمل مشاكل في الهضم الزحم اللي بتكون على المطاعم هل بتضمن أنت تكون مطبوخة بشكل جيد كثير بصير مرات حالات تسمم صح بالضبط أول أيام العيد بالضبط خاصة فينا في مطاعم بتكون محضرتها يعني يوم قبل عشان أيو عشان طلبات بالضبط صحيح نكون حريصين في أول أيام لا خلينا معلش نتناول في البيت بعدين شوي شوي منرجع للحياة اللي كانت طبيعية بالأول سمبوسة بثلاث دراها مالفين بعدين أنا مادر مانم حصل لتاسمبوسة إذا تدوقة يمكن تكون حلوة تستاهل ثلاث دراهم يمكن يمكن ما صار شايل كان لك بستة وبتمعية إذا سمووسة بعد بس محمود بس نذكر بالسؤال ونحن يعني ثلاث دقائق أو أقل بنوقف استقبال الأجواء السؤال ما هو السنة إذي يفضل المرأة أن تبدأ به فحص الماموكرام الدوري بعد سنة الأربعين أو بعد سنة الخمسين على أربعة صفر صفر ستة ونسحب أربعة أسماء طيب زي ما حكينا أصحاب الأمراض المزمنة زي مرضى السكري مثلا أنا مريض السكري ما باجي عليها من الصبح والله هو صح مظبوط مريض السكري أو مريض القلب أو الكلا بدي يشارك العائلة في أفراح العيد صحيح لما أنا أكون إنسان واعي من الأساس بيكون تحضيري للأطباق الموجودة تكون صحية قدر المستطاع بالضبط صح يعني أنا عندي سواء عندي مريض سواء عندي أطفال سواء عندي حتى الناس إنسان واعي أو أكون أول شيء محضرة وجبهادي بطريقة صحية وأكون أنا حريصة عليهم يعني مثلا مريض السكري لا والله مش اللي عنده غد مثلا طبعا أول شيء طبعا لازم إحنا منحبذ زيارة الطبيب خاصة للناس اللي قبل رمضان زاروا الطبيب وتغيرت عندهم جرعات الأدوية الناس اللي عندها غد بتتغير عندهم مواعيد أخذ الدواء بالله الناس اللي عندها سكر في منهم دكاثر بتقللونهم من نسبة الأنسلين أو الجرعات عشان فترة الصيام فأنا لما هدول الناس قبل العيد لازم نحاول نزوره الطبيب هل كيف تكون الجرعات بعد العيد بعد الصيام وبعد الهاي عشان سيوازن ما بين تناول الطعام وما بين الأدوية اللي رح يتناولها مه صحيح بعدين زي ما حكينا بعطيه الوجبات خفيفة يعني بينها كل وجبة وجبة أربع ساعات أربع إلى خمس ساعات خلال اليوم أكون حريص أني أعطيه كمية كافية من المي المي بتنزل السكر بتنزل الضغط بتساعد الجهاز الهضم أنه يهضم بالشكل الصحيح صحيح الناس اللي عندهم مشاكل أماض مزمنة ضغط السكر استفادوا من رمضان استفادة كاملة إن شاء الله نتمنى طبعا إذا حفظوا عن نصيح لكننا نقولها طول الشهر أحين بعد ما يخلص الرمضان بيبدون بالفطر شو النصيح تعطيهم إياه عشان يحافظون على كسبوه خلال شهر الصيام أولا يكون فيه تنويع في الوجبات الغذائية تاني شيء مثل مريض الضغط يحاول يتجنب الموالح إحنا فيه عندنا بعض الجنسيات بكل عندهم باجبة العيد لازم يكون أشيء مالحي كتير خاصة للفطور لازم فهذا عندي مريض الضغط أنا أعطيه بعد ما انتظم ضغطه خلال فترة الصيام وجب كلها أملاح أو كلها زيوت كمان ودهون ومقالي هذا مباشرة حيصير عنده اضطراب في الضغط فأنا لازم أوازن لا ما بعطيه هاي الكميات اللحوم أو يعني قولي السمك هو الأكتر أمنا بس لما بديتناول على الغد واجبة اللحوم أعطيهم بعطيه بس بحافظ على الكميات بعطيه الكميات المناسبة لوضعه لحالته لصحته لوزنه بعطيه وبيكون فيه عندي تنويع زي ما حكينا في نفس الطبق نوع واحد من النشويات ماذا خربط ما بين معكرون معكرونة أو أروز وطاطة في نفس الطبق خاصة في البداية لا أنا بعطيه تنويع وانتظام يعني دكتور سواء بساعات أنتو يعني تصعبونها على الناس الناس ما يسمعون كلامكم ولا يأخذون بالنصائح الطبيعي لأنه يقولون أنتو دائما تصعبونها علينا لا إحنا منقوله كل بالعائلة بالعجم بالضبط تقول كل فيش حرمان فيه تنظيم طيب نحن نأخذ بس منوقف استقبال الأجوبة على أسؤال حلقتنا اليوم اللي كان يقول كان يقول أن متى ينصح المرأة أن تقوم بالفحص الدوري المامو جرام بعد سن الأربعين بعد سن الأربعين يعني إجابتين ثلاثة كانوا غلط بس الباجي ما شاء الله كلهم صح يعني نزيد ولي سمعون آخر الحلقة كانوا يجعبون غلط نزيد هذا سؤال الحلقة وهذه الإجابة ليه ما يعطونا أسماء الفايزين كنا نقول أن يأكلون بعقل ها سواء بالضبط نزيد ها بعد مشكلة بعد منو يأكل بعقل منو هل بدو يدير بالها عصح يدير بالها هو لا هي المشكلة العيد دائما عندنا هي مجاملات لأن بيوت اللي نزورها وايدة وكل واحدة عمو خالو يدو وكل واحدة تكليوها ولكن دائما نقول للناس يعني كلوا ولكن يعني عن خاطركم شوي ومشكلة التفنن أنا أعتقد المشكلة في التفنن مفوضا قلل تفنن في العيد يعني كل بيت السيرين تلاقي تفنن في الأكل شي عجيب إلا بالدقي من هنا من هنا لا تفننوا خلي قانون كل بيت لهم صنفين بس لا 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 خلي يتفننون الناس زين يتفننون الواحد يسوي له حركات عشان يصور لا بغض النظر يصور وما يصور حلول الواحد بس القضية أنت يود بحلجك شوية ما في داعي أنك تنقذ على كل شي هذه المثالة بالزبط أكلت عند هاريس كل عند هداك القيامات نفس البيت كل الأنواع في واحدة تقول شي تريب أقولها خذي تقو ممكن أخذ بارسلات عادي يعني بيت عموعي يبتش صم قولي عمو صبي لي بارسل باكله في الليل ولا تحطين بخاطرك خلاص كلمة خيرة تريد أن توجهينا قبل أن نختمعات والله كل عام أنتم بخير وإن شاء الله ربنا يتقبل الصيام من الجميع إن شاء الله يكون الكل استفاد من حلقاتنا ونرجع ونكرر لجميع المستمعين معنا ضرورة الإنسان يحافظ على صحته أنت هذا الخيار بين إيديك تناول طبقك الصحي سواء في رمضان سواء بعد رمضان تناول كميات الأكل اللي أنت بتشتهيها لكن بالكميات المناسبة لا في حرمان لكن في كيفية الفن في اختيار الكمية والنوعية بالضبط شكرا لك لخصوها نوفة لخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي كنا نتحدث معنا عن تهيئة المعدة ما بعد الصيام طيب الفايزين معنا على السري عندنا اللي فازت بباقة الكبار الشخصيات للفحوصات الطبية بمستشفى الزهرة هبة خالد علي ألف مبروك لهبة خالد علي صفقينتي لأن أنا ما صفق أيمن حت لا صفق أيمن مشغول الفائزة الثانية معنا بخمسمائة درهم خمسمائة درهم بتكون معنا عقيلة محمد المجحد ألف مبروك يا عقيلة فازت معنا بخمسمائة درهم الفائز بباقة الفي آي بي الثاني بيكون معنا محمد صالح قائد ألف مبروك محمد صالح قائد فاز بباقة الفحوصات الطبية الفي آي بي من مستشفى الزهرة بدبي وآخر فائزة زهرة أحمد غلام ألف مبروك فازت معنا بخمسمائة درهم مقدمة من مستشفى الزهرة بدبي إذن ألف مبروك للفائزين معنا هبا خالد العلي بباقة الفي آي بي محمد صالح قائد باقة الفي آي بي عقيلة محمد المجحد بخمسمائة درهم وأيضا زهرة أحمد غلام بخمسمائة درهم ألف مبروك للفائزين وإن شاء الله يا رب يعني منحاول يوم الأحد بعد نسحب على أربعة يا سلام كريم ويستاهلون المستمعين يستاهلون إن شاء الله فالكل يستاهل يعني نحن لنا خلاص يعني خلو نوزع نوزع الباقي كله ما بقى شي عرمضان ما بقى شي ومحمود وعدنكم إن شاء الله مفاجرة العيد ستمائة ألف وزاع على المستمعين والله أجماعة وخير هذا الكلام هي تأذن فيه من سنتين وأنا أقولها بتدفعين كذا كذا قالت عادي يستاهلون المستمعين ودقت صدر وقالت نحن نسوي وما أدري كذا وهذا هذا أول ما ييت أول سنة بقى خلاص نرجع عندي تسجيل كشف شجل هيا أني تسجيل وانت تقولين نزيل يعطيكم ألف عافية مشكورين تبون سنبوسة قاشع لا نزيل ليش زينة ما تحبينا ثلاث دراهم ما تبينها بعد ثلاث دراهم سنبوسة جاشعة هذه نزيل عموما تعرجيننا أحلى أكلة في السفر شلين جاشعويات مع عيش يلا وسمن بعد وسمن يا سلام تاكل يا أخي الجاشعة غير خلص الوقت إذا بدنا نحن نتكلم لا لأننا الأكل خلاص السلام عليكم الألم تحت القدم عند الاستيقاظ من النوم هل هو عرض نعم أجاوب عليكم يوم الأحد لأنني بانا شرح طيب كل شكر لحسن بلاونا كان معنا في الإعداد إسرائيل الهاشمي في التنسيق أيمن سرحيل في الإخراج شكرا لجل دكتورة ندى الملة شكرا لكم تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ونتمنىكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة ونلقاكم يوم الأحد حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي